السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو حبيبي طلبة الاول الاعدادي وحلقة جميلة جدا 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 هتساعدنا كتير في حل اسئلة الامتحان وان شاء الله باذن الله تكون حلقة مفيدة ونافعة تابعون النهاردة حبيبي باذن الله هنتكلم عن ازاي نحل ديالوج الديالوج هو السؤال التاني في ورقة الامتحان والسؤال دوت بيضايق كتير من حبيبي طلبة الاول الاعدادي طب احنا ازاي ان شاء الله نخلي السؤال ده سهل وجميل لما نحل منه كتير يا جماعة الحاجة ما بتبقاش صعبة لو احنا حلينا منها كتير انما لو احنا سبناها وخفنا منها هتبقى صعبة اكتر هنبدأ مع بعض ازاي هنبدأ مع بعض من كتاب الامتحانات اللي هو الملحق بكتاب المعاصر طيب الكتاب دوت فيه عشر او عشرين امتحان هنبدأ نحل منهم بطريقة افقية يعني هناخد الديالوج اللي في اول مثلا عشر او عشرين امتحان طبعا النهاردة هنحل على قد ما نقدر وهقول لكم كمان انا شغالة من صفحة كان بالزبط عشان حبيبي اللي عايزين يتابعوني طيب هنا اول ديالوج ما بين مين؟ ما بين رشاد وماريا رشاد بيقول ايه نبص كده مع بعض رشاد بيقول where are you ماريا where يعني ايه where يعني اين where are you ماريا انت فين يا ماريا طيب are you في السؤال لما لنجي نجاوب هتبقى ايه هتبقى I am برافو عليكو تاني are you اما جاوب تبقى I am I am here in the living room انا في ال living room جاوبت علينا بايه؟ باسم مكانه ليه؟ عشان هو فوق كان سئلة بوير بعد كده what are you كذا نقطة here قالت له nothing why ولا حاجة ليه؟ قالها I want to play نقطة together يعني معا عاوز نلعب حاجة معينة معا قالت له but I don't like chess انا ما بحبش الايه؟ chess play table tennis اه يبقى هي غيرت ايه؟ غيرت نوع اللعبة يكلو ايه؟ مثلا رأيك نلعب table tennis I am good at tennis انا جيدة في التنس what about نقطة two music راح على that sound it's nice يبدو لطيف I love music most انا بحب الموسيقى اكتر me too وانا ايضا we both love music yes I love نقطة the drums too طيب حلو جدا هنا واضح انه بيسألها انت فاضية ولا لأ ويلا نلعب مع بعض هيكترح عليها لعبة معينة هتقول له لا انا مش شطرة فيها وتعالى نلعب حاجة ايه؟ تعالى نلعب حاجة تن طيب نتابع كده what are you نقطة here what are you doing here بتعملي ايه هنا؟ قلت له ولا حاجة ليه؟ قالها I want to play نقطة together قلت له but I don't like chess يبقى هو كان عاوز يلعب معها ايه؟ chess لازم يا جماعة نقرأ اديه للكل انا عايز نلعب chess together يلا نلعب chess مع بعض قلت له بس انا ما بحبش chess نقطة play table tennis آه لقنا هنا مصدر يبقى هاي اتقترح عليه ايه؟ لعبة ثانية let's play table tennis يلا نلعب table tennis قال لها بس انا مش شاطر في التنس what about what about نقطة music what about يجي ورافع لاخره ing فهنا هيقول لها what about listening ماذا عن الاستماع الى الموسيقى قلت له sounds nice لا me too احنا بنحب الاتنين الموسيقى قلت له yes I love نقطة آه يعني ايه؟ I love playing the drums انا بحب العزفة على drums I وبكده تبقى خلصة المحادثة الاولى المحادثة التانية صفحة اتنين وخمسين كتاب الامتحانات الامتحان التاني اللي قبل كده يا جماعة الامتحان الاول هنا ايمن بيكلم بليغ فبيقول له اهلا يا بليغ اهلا يا ايم هلو بليغ هلو ايم did you go to seewa رحت قبل كده سيوا طب يا جماعة هنا did معناها هل لو انا بدأت السؤال بدو او does او did يبقى السؤال معناها هل واجاوب عنه بيس او no يبقى did you go to seewa الو yes i a i did طب when did you go there رحت هناك امتى يبقى when i لما كان عندي 8 years old برافو يبقى when i was and yes i did what did you do there انت ماذا فعلت هناك قالوا اي noot in the lake يعني الليك بحيرة يبقى i swam مثلا where did you noot there قالوا i slept in a noot in the desert يبقى where did you مثلا camp او stay او اين انت عسكرت او اين stay نزلت او اعدت فين قالوا i slept in a noot in the desert او ممكن tent او اعدت في خيمة في الصحر تمام كده ماشي حبيبي ناخد واحدة كمان المحادثة الثالثة صفحة 55 مستر اشرف بيكلمتها بيولا is your school near your house هل المدرسة بتاعتك قريبة من بيتك قالت له no sir it's a long way from my house دي بعيدة خالص عن بيتي how do you go to school اللي بتروح المدرسة ازاي قالت له my father always takes me to school على طول بابايا بياخدني للمدرسة time how long does it take bravo how long does it take يعني كم يستغرق المشوار قالت له it takes 20 minutes باعد حوالي 20 دقيقة but why do you come to school late 20 دقيقة طب ليه بتجي متأخر قالت له sorry sir آسفة يا سيدي the streets are بتبقى busy يعني الشوارع بتبقى مزدحمة in the morning في الصباح الله try to be early حاولي تكوني تيجي بدري يعني don't come late again okay sir الله ما تجيش يعني متأخر مرة تانية يعت له حاضر يا سيدي المحادثة اللي بعد كده حبيبي صفحة 58 هنا أحمد بيكلم عمر بيقوله where did you spend your summer holiday يعني ايه وير يا حبيبي اين بجيب بعدها المساعد ديد بسأل في الماضي بعد كده الفاعل والمصدر بعد كده where did you spend your summer holiday قضيت أجاستيس فين رح قايل I went to مش عارفين بقى great نقط did you go with قال له I went with my family رخت مع علتي how did you not to Alexandria يبقى كان فين يا جماعة في سكندرية يبقى I went to إيه Alexandria يبقى ريت المحادثة على بعضها بتفدني ولا ما بتفدنيش آه بتفدني هنا I went with my family يبقى أنا رحت مع مين يبقى who who did you go with رحت مع أسرتي how did you نقط to Alex رح قال له by train بالقطار يبقى how did you go to Alex رحت هناك إزاي قال له بالقطار where did you نقط زير أعدت فين هناك قال له in a hotel in a hotel أنا أعدت في فندق did you enjoy your time زير هل استمتعت بوقتك هناك هيقول له طبعا yes وبعد yes نعمل ما أص did you تنزل I did yes I did حدثة سهلة جدا المحادثة رقم خمس سارة بتكلم وأنا بتقول لها this is a photo of my cousin دي صورة لبنت عمي رحت أيلالها what is his ما his cousin قالت لها it's علي يبقى دي صورة لابن عمي what is his name اسمه إيه علي كم عمره فهتقول لها 14 سنة يبقى هو إيه how old is he where does he أين يعيش هنقول في الزجازي what's his favorite food فهنقول هو بيحب أكل السمك يبقى he likes eating fish بيحب أكل السمك he not like your dad he not like your dad يعني إيه آه سارة بتقول he likes eating fish he not like your dad يعني إيه يعني هو بيحب السمك زي باباكي like هنا معناها مثل نقول he likes eat بيحبه زي والدك خلاص أو ممكن نقول he likes مثلا eating fish like your dad بس like التانية معناها مثل أولانية معناها يحب محادثة سهلة وجميلة دي حبايبي محادثة صفحة 64 عندي رامي بيكلم هاني بيقول do you play any sport هاني تفعنا لما نبدأ بdo أو does أو did يبقى ده سؤال معناها هل أجاوب عنه بyes أو no ففعلا هو رد هنا yes I do أو yes I مثلا play tennis أيوة أنا بقي بلعب tennis خلاص طيب بعد كده قاله do you play tennis قاله add a sport near my house يبقى هنا عيسأله عن المكان يطرى بتلعب تنس فين يبقى add a sport center بلعب في sport center بقى يسأله حاجة قاله do you go there قاله on foot بتروح هناك ازاي يبقى how do you go there on foot يعني على الأقدم with my friends مع أصحابي يبقى who do you play it with بتلعبها مع مين قاله مع أصحابي I wish you good luck أتمنى لك حظي سعيد thank you so much welcome 7 أحمد بيكلم ياسد بيقوله what is your favorite sport star من هو النجم الرياضي المفضل عندك قاله محمد صلاح he plays not Egypt يبقى he plays for Egypt بيلعب لصالح مصر طيب which sport does محمد صلاح بليه طب يلعب إيه بيلعب فوتبل طبعا يبقى he plays فوتبل does he not a lot of goals يعني إسدد score does he score a lot of goals هل هو سجل أهداف كتير قاله yes he does how does he help people إزاي بيساعد الناس and all he gives them not to build school بيديوم إيه money to build school برافو كمان بيبنو hospitals in Egypt ومستشفيات في مصر has he got many fans fans يعني مشجعين هل هو عنده مشجعين كتير yes he وهننزل هاز اللي فوق هننزلها تحت يلا بينا على واحدة هنا في محادثة بين آية ومونة آية بتقول هاي مونة مونة قالت هاي اي what are you doing not at the moment يعني إيه في هذه اللحظة at the moment اهي في هذه اللحظة انت بتعملي ايه دلوقتي قالت لها I am looking at a note قالت لها a website آه يبقى هيك بتقول لها ايه تاني هنا آه I am looking at a website راح تهي عيدة الكلام وهي مندهشة جدا بتقول لها ايه ده موقع الكتروني وبعدين سألتها حاجة اتلاها بيكوز لما نشوف بيكوز حبيبي نحط هنا ايه why اتلاها because I want to not a present انا عايزة اشتري ايه هدية اتلاها a present why هدية ليه اتلاها for my sister's birthday party birthday party اللي حفلة عيد ميلاد اختي اتلاها that's great happy birthday for her عيد ميلاد سعيد عليها اتلاها thank you محادثة جميلة جدا فيش اسهل من كده المحادثة اللي عندنا ما بين الابن والاب دي صفحة 73 يا حبايب بيقول that is my friend mazin ده مين صديقي mazin can you see him انت شايفو قالو I don't know mazin ما عرفش mazin what does he not like what does he look like ماذا يشبه يعني هو شكله ايه كانو بيقوله اوصفه كانو بيقوله ايه اوصف قالو he has got long curly hair شعره ايه طويل ومجع oh I think I can not him has he got glasses oh yeah but I can ايه I can see him اعتقد ان انا شايفو oh has he got glasses هل هو مع نظرات قالو no he he ايه hasn't لا هو مش معاه طيب is his father with him ابو معاه قالو yes he has got a beard عندو لحية ده نيعا has he got a not قالو no he hasn't got a mustache مستاش يعني ايه حبيبي يعني شلم قالو oh yes I can't see them now ايه دلوقتي انا شايفو المحادثة الاخيرة معنا النهاردة سما بتكلم عبير دي صفحة 76 بتقول لها hi عبير how was your holiday كيف كانت الاجازة بتاعتك قتلها hi sama it was great thanks دي كانت رائعة شكرا where not you go قتلها I went to France طالما الاجابة تحت في الماضي يبقى المساعد فوق ايه في الماضي مساعد رحت فين انا رحت فرنسا did you know at the evil tower قتلها yes I did يبقى did you visit زورتي ال evil tower طبعا اتلاها I did you know at your time your time there يعني ايه استمتعتي بوقتك did you enjoy قتلها yes I enjoyed my time there بقى اتلاها did you come home قتلها I came home نقط Sunday يبقى مت لان هي تحت هنا قدتلها وقت وقت هنا او time يبقى هنا سألتها عن الوقت بكلمة when قتلها I came back نكست مثلا I came back انا رجعت last Sunday يوم الحد اللي في بكده حبابي يبقى وصلنا لنهاية حل فقرات المحادثة اللي موجودة في عشر امتحانات في كتاب الامتحانات زي ما قلتلك كتري الحل هيعلمك ازاي تعرف تحل ال diyalog ال diyalog سهل جدا نفوش اي مشاكل اللي عنده مشكلة في ال diyalog ان شاء الله يبعتلي اي diyalog صعب اي حاجة واقفى قدامه انا اشرح حاله تاني ان شاء الله المرة الجاية هنتعلم درس جرامر بسيط جدا ازاي نعمل سؤال استنوني في المرة القادمة كان معاكم فاطمة البنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته